اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعداد بالعناوين بعد قطع طرق البرية واغلاق المجال الجوي والبحري السعودية والامارات تفريضان حضرا مصرفيا وماليا على قطر الحصار الجوي على قطر يفاقم خسائر قطر الى المليارات وإياتا تحذر الصناعة الجوية تعتمد على الاجواء المفتوحة وفي النشرة الثمانية عشر مليار ومئة مليون دولار كلفة الدعم في الميزانية المصرية باستنة المالية المفتلة اهلا بكم يتواصل الاشتباك الخليجي الخليجي بأدواته الاقتصادية حيث اتخذت الرياض وأبو ظبي خطوات جديدة لإطباق الحصار الاقتصادي والمالي على الدوحة المؤسسة العامة للموانئ في السعودية أبلغت وكلاء الشحن البحري عدم استقبالها أي سفينة ترفع علم قطر أو مملوكة لشركات أو أفراد قطريين بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ميناء الفجيرة في الإمارات العربية هذه الخطوة فاقمت حالة الحصار وعطلت جزءا من عمليات الاستيراضي والتصدير الرياض أتبع ذلك بقرار من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تلغي بموجبه رخصة الخطوط الجوية القطرية في المملكة وتغلق بالتالي مكاتبها مع سحب الرخص الممنوحة لموظفي الخطوط القطرية علما بأن الشركة القطرية العملاقة تسير رحلات جومية إلى تسع مدن سعودية وفي ظل تصعود الاشتباك الخليجي علقت بنوك تجارية في السعودية والإمارات تنفيذ تعاملات مع نظيراتها القطرية وأوعزت مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك العاملات في المملكة بعدم التعامل بالريال القطري وعمد مصرف البحرين المركزي إلى خطوة مماثلة لكنه حدد الخميس موعدا أخيرا للحصول على المعلومات وفي إجراء يصيب السوق المالية القطرية أوقفت مصارف إماراتية عديدة تقديم القرود الجديدة الرامية إلى شراء سندات الشركات والكيانات الحكومية القطرية علما أن تقديم القرود لتمويل شراء السندات إجراء شائع تتيحه البنوك لعملائها الميسورين ومع تزايد المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي للصراع الخليجي على قطر في الأمد الطويل هبط الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في السوقين الفورية والآجلة أمام هذا الواقع أعلن مسؤول في مصرف قطر المركزي أن الخفاض الريال القطري إنما يرجع إلى المضاربة وأكد أن قطر لديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها صرح نائب مدير شركة جاسبرام الروسية أليكساندر مدفديف أن تصاعد الأحداث حول قطر يمكن أن يؤدي لمشاكل في تصدير الغاز الطبيعي المسال القطري لكن التخمين الآن سابق لأوانه ودعى مدفديف إلى عدم الاستعجال في سياغة الاستنتاجات لافتان لأن هذه ليست المرة الأولى التي تحتد فيها الأحداث حول قطر وتعد قطر أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم حيث يعمل فيها 11 مصنعا بقدرة انتاجية تصل إلى 77 مليون سنويا كشفت نوريسك هيدرو أنروجية الشريكة في أليمنيوم قطر أن صادرات الأليمنيوم من مصنعها في قطر توقفت بعد إقفال الحدود بين قطر ودول عربية أخرى وقالت الشركة الناروجية أن شركة أليمنيوم قطر قد تبدأ الشحن المباشر للمعادة من مصنعها لتسهيل خروج الصادرات المتوقفة وكان يتم تصدير الأليمنيوم على متن سفن من قطر إلى ميناء جبل علي في الإمارات حيث ينقل إلى سفن أكبر للتصدير إلى أسيا وأوروبا والولايات المتحدة حذرت منظمة إنسانية أمامية من أن العقوبات التي فرضتها دول خليجية على قطر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها قد تؤثر سلبا على إعادة إعمار قطاع غزة المحاصر الأمين العام للمجلس الناروجي للاجئين يان إيغلند حذر من خفض قطر بعد مساعداتها المقدمة للفلسطينيين في غزة ما يفاقم من سوء الأوضاع الإنسانية والاجتماعية كون الدوحة كانت مستثمرا هاما جدا في غزة ومساهما في تطور البنية التحتية هناك وإزالة أثار العدوان دعا رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أليكساندر دوجينياك إلى إعادة فتح الحدود الجوية بين دول الخليج لأن صناعة الجوية تعتمد على الأجواء المفتوحة وكانت السعودية قد حضرت دخول الطائرات القطرية إلى مجالها الجوي فيما قالت شركة الاتحاد للطيران المملكة لحكومة أبو ظبي وشركة طيران الإمارات في دبي إنه ما ستعلقان جميع الرحلات من الدوحة وإليها بدأ من صباح اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر تدعاية اقتصادية وتجارية سلبية تنتظرها قطر في مقبل الأيام والأسيما في قطاعها الجوي مع قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر إقفال مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية لتتحول قطر من دولة حيوية إلى جزيرة معزولة عبدالله ظاهر والتفاصيل أهلا بكم حالما أعلنت السعودية الإمارات مصر والبحرين قطع علاقاتها مع قطر شهد مطار حمد الدولي ارتباكا في حركة الملاحة الجوية حيث جرى تأجيل العديد من الرحلات الجوية وتحويلها ما يؤشر إلى خسائر مادية هائلة لشركة الخطوط الجوية القطرية من جراء هذه القرارات فالطائرات القطرية لن تستطيع بعد اليوم عبور الأجواء المصرية أو السعودية أو الإماراتية أو البحرينية وبالتالي ستضطر لتغيير مصراتها وستضطر الطائرات القطرية إلى قطع مسافات شاسعة في الأجواء الإيرانية والالتفاف إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب ما سيكبدها خسائر تقدر بملايين الدولارات كما أن الخطوط الجوية القطرية بدأت بتسير رحلات عبر الصمال كخط طيران ثاني يمر بأفريقيا مطار الدوحة مثل طويلا قبلة للشركات ولخطوط الطيران والترونزيت ومع هذا القرار سيفقد مطار حمد هذه الصفة التي سمحت له يوما بأن يكون الواصلة أو المحطة بين الشرق والغرب وبين الخليج والمحيط حيث ستكون الأجواء الإيرانية هي المستفيد وهي تشهد يوميا عبور 955 طائرة ومع فرض الحصار على قطر يتوقع إضافة 200 رحلة للخطوط الجوية القطرية بعد فرض الحظر الجوي على قطر ستصبح إيران منفذ البلاد الوحيد إلى أوروبا ثم تركيا ما سيزيد تكليف التشغيل وزمن الرحلة وتنجم عنه أيضا خسائر جمة للإقتصاد القطري تقدر بالمليارات استقبل مطار الدوحة عام 2016 نحو 37 مليون و300 ألف مسافر بزيادة نحو 7 ملايين مسافر عن عام 2015 وهؤلاء المسافرون أتوا إلى الدوحة أو استعملوا مطارها كمحطة للترونزيت وستجد شركات طيران عالمية نفسها مجبرة على التنصيق مع السلطات القطرية لإيجاد ممر آمن لها ما من شأنه أن يؤثر في التعاون والشراكة بين القطرية للطيران والعديد من الشركات العالمية أكدت شركة الطيران الإيرانية أن رحلة طيران القطري ستمر بدء من يوم ثلثاء عبر الأجواء الإيرانية وذلك بعد أغلاق الأجواء السعودية والبحرينية أمامها مصدر في الشركة قال إن الأجواء الإيرانية تشهد يوميا عبور 955 طائرة ومع فرض الحصار على قطر يتوقع إضافة 200 رحلة للخطوط الجوية القطرية الأمر الذي يرفع دخل إيران من مرور الطائرات عبر أجوائها عبرت الحكومة الفلبينية عن قلقها بشأن أزمة العلاقات الدبلوماسية في الخليج وقالت إن هذا الإجراء ربما يكون له تداعيات على العمال الفلبينيين في الخارج وعلقت الفلبين توجه رعاياها إلى قطر وفق ما قال المتحدث الرئاسي إرنستو أبيلا وأضاف إن بلاده تبحث سبل تقديم المساعدة والدعم لمواطنها في دول الخليج وحمايتهم من تأثير التصعيد الجاري في غضون ذلك كيف عاش سكان قطر في اليوم الأول لقطع العلاقات التفاصيل في هذا التقرير لملك خالد استيقظ سكان قطر على غير ما بات عليه إعلان قطع علاقات دول عربية مع هذه الإمارة الخليجية معكس فوضى في يوميات الناس هنا خلال ساعات أفرغت رفوف المتاجر من البضائع ولسيما السرع الأساسية من غذاء ودواء بحسب ما نقلته وكالات أنباء عالمية من قطر السكان يخشون من تدعية الوضع السياسي المستجد على توفر البضائع في الأسواق وخصوصا أن البلاد تستورد نحو 80% من احتياجاتها الغذائية من دول الخليج ألاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية متوقفة على الحدود مع السعودية بعد قرار إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر ما ينفاق مخشية الناس من استمرار الأزمة التموينية ولسيما في شهر رمضان فوضى الأسواق تكررت في المطار أيضا تعليق شركات الطيران الإماراتية والسعودية والمصرية والبحرينية جميع رحلاتها من وإلى قطر ترجم إرباكا لدى المسافرين والعاملين في مطار الدوحة الجميع يشتهد لإيجاد حلول للأزمة المفاجئة التي يتحدث محللون عن أن هدفها حصار هذه الإمارة المتصلة باليابسة فقط عبر معبر حدودي وحيد مع السعودية فيما حدودها البقية كلها بحرية تأكيد السلطات القطرية أن ما يحدثها لا يؤثر على الحياة المواطنين والمقيمين في هذه الإمارة قد يطمئن ربما لكنه لا يلغي ترقب النتائج التي ستسفر عنها الوسطات التي دخلت على خط حل هذه الأزمة الطارئة كشف رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل أن الفاتورة الإجمالية للدعم في ميزانية الدولة لسنة المالية المقبلة والتي تبدأ في الأول من تموز يوليو تبلغ 330 مليار جنيه ما يعادل 18 مليار ومائتي مليون دولار وسيخصص نصف هذا المبلغ تقريبا لدعم المواد البترولية والربع لدعم الكهرباء والباقي للمواد الغذائية وسلع أخرى وبتوجيه من صندوق نقد الدولي تنفذ مصر خططا لإلغاء دعم الوقود بالكامل في غضون ثلاث سنوات لكن توقيت أي زيادة في الأسعار متروك للحكومة عرضت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على دائني اليونان الأوروبيين حلا وسطا بشأن ديون أثينا لإفراج عن شريحة جديدة من أموال الدعم المالي في وقت لاحق هذا الشهر وفي حديث صحفي قالت لاغارد من الممكن أن يكون هناك برنامج يسمح بصرف الأموال بعد أن يحدد الدائنون بوضوح إجراءات تخفيف عبء الدين ويعتقد صندوق النقد أن اليونان تحتاج إلى خفض لديونها وهو ما ترفضه ألمانيا بهذا نخطب النشرة للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة